المناس كثير قوي بتسألني عن الكوفية دي وازاي انا عملتها والغرزة بتاعتها ايه مع انا هي سهلة جدا بس بتطلب من كتير المناس كثير بتسألوني عليها معناها غرزتها سهلة جدا جدا تعالوا نشوف مع بعض انا اشتغلتها ازاي وازاي ان انا قدرت احط كمان اللولي ده في الكوفية دي اشتغل بده زي ما انتم شايفين كده هو خيط مقاس كبير يعني اشتغل برقم ستة او رقم سبعة فانا عشان عايزة الورزة تكون كبيرة عندنا هنا ستة لنص وعندين هنا سبعة فانا هشتغل برقم سبعة وهحتاج الابرة الغندوطة دي انتو اكيد كنوكو عارفينها اللي هي الابرة بتاعت التطريز او بتاعت الحاجات اللي هي الصغيرة دي يعني لو احنا مثلا هنعمل مفرش او هنعمل حاجة بصراحة انا بس تعملهاش اصلا دي كنت كنت جايبها زمان قوي تقريبا كتاول حاجة انا جيتها عشان دي هتفيدنا بعد كده لما نيجي نعوز نركب اي حبيبات او اي اكسسوروس في الكوفية مبدئين كده احنا هنعمل الكوفية متر وتمانين سنتي فناس كتير جدا طلبة مني الورزة دي وعايز تعرف يا جورزي بتعمل ازاي من اصدقائي او من متابعيني طيب مبدئين كده الخيط اللي انا بشتغله دوت هو خيط بيشتغل بمقاس ابرة يا اما ستة ونص يا اما خمسة يا اما اربعة ونص يعني هو اصلا اصلا اربعة ونص بس لو احنا هنزود ان انا الورزة اللي انا عاملها دي الخيط بتاعها اه رفية والابرة كبيرة فاحنا هنشتغل هنا بمقاس رقم سبعة ونص سبعة هنا هعمل الكوفية دي بمقاس رقم سبعة طيب تعالوا نشوف كده اختلاف طيب احنا اول حاجة بنعمل المنزاركة بتاعتنا تعالوا نشوف كده هنا اختلاف الابرة فعلا بتغير في شكل الخيط ولا لأ واحد اتنين تلاتة هو ده الشكل بالزبط اللي انا عايز له لا دقيقة قوي ولا وسع قوي اربعة خمسة وهنعمل طبعا اه انا هعمل مية وتمانين هخلصها واجيلكو تاني طيب انا دلوقتي ارتفعت هنيجي هنا نرتفع تلات سلاسل زيادة واحد اتنين تلاتة وهنخش في رابع سلسلة هناخد واحدة وهنبتزن ان احنا نخش في رابع سلسلة وهنعمل عمود وهكذا وهنفضل بقى نخش في دي اعز اقول لكم دي اسهل طريقة اه كفاية واسرع كمان وفي تركة بقى عايزة اقول لكم عليها ان احنا لازم نسيب الاتنين تحت يعني احنا بناخد من السلسلة دي واحدة بس بناخد واحدة بس عالصنار عشان في ناس بتاخد الاتنين معاها فبتلاقوا هنا في فتلة فبتبقى ضعيفة لأ احنا عايزين ناخد واحدة بس من السلسلة تمام وهنبتزن احنا نرتفع بالشكل ده عدد السلاسل ده اشيك بجد والله مهم عملنا اشيك آآ غرزة واوفر كمان آآ بكتير قوي من جرس كتير بتاخد معانا كتير قوي من الخيط انا بحب جدا الكفاية دي يعني النوع ده بقى بحبه جدا يعني بحسنه هو دايما بيبقى شكله كده احلى يعني اهو بنرتفع بالشكل اللي احنا شايفينه ده ودينا اشتغلنا اهو بابرة رقم سبعة وزي ما قلتلكو الخيط هنا آآ خيط متوسط الصمق آآ فهو مص صغير فانا بنسبالي حتى بتنجز الصراحة السنانير الكبيرة ما بحبش اشتغل بالحاجات الصغيرة دي بحسنها بتاخد وقت وانا آآ ما بحباش بصراحة فاحنا هنشتغل زي ما احنا شايفين كده هنبدل بقى على كده لحد اخر السطر هنبدل على كده لحد اخر السطر هخلص وارجعلكو تاني طيب انا هنا برضو حب ان انا وريكو انا وصلت الفين انا آآ خلصت اهو ده تمام هبتدي ان انا اكمل على نفس السيستم اللي انا ماشي به كده اهو بالنسبة لبنى الناس لسه مبتلئة فانا خبيني برضو ماشي واحدة واحدة عشان الناس لسه مبتلئة مبدئين كده معمل غرزة عمود بلفة هبتدي ان انا اخذ واحدة على السنسلة على الصنارة قصدي واخش في الفتحة واسحب واخره من اتنين واخره من اتنين هبتدي ان انا اخذ واحدة على الصنارة وادخل في الفتحة اللي بعدها واسحب واحدة اخرج بيها واخرج من اتنين واخرج من اتنين هسحب واحدة خش في الفتحة اخرج اصحب واحدة اخرج معي تلاتة على الصنارة هاخد واحدة هخرج من اتنين هخرج من اتنين نفس الكلام هاخد واحدة. هخش. هسحب واحدة. هخرج. يبقى معي تلاتة. هخرج مئة اتنين. هخرج مئة اتنين. طبعا ده انا بتكلم عن ناس اللي لسه مبتدئة. لكن ناس المتمكنة طبعا هم معارفين ان دي يعتبر اسها الغرزة. في آآ الكروشي. بس هي على فكرة احنا لو زبطنا الدنيا هنعرف يعني لو عملنا افكارنا. هنعرف ان احنا نطلع منها والله شغل حلو قوي. آآ في ناس كدير قوي يعني ما بتحبش الشكل بتاع العمود بلفة. بتقولك لأ نعمل حاجات تانية نعمل بوف نعمل وردة نعمل نجمة. آآ تمام انا معيهم بصراحة في كل بقلوها بس والله هي ساحات بتطلع فيها شكلها حلوة جدا 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 كمان. فلو عملنا بنفس السيستم اللي احنا بنشتجل فيه السيستم العادي ده اللي عملنا بنفس الشكل ده كده هتطلع والله شكلها لطيف جدا غير ان احنا نعملها وعواميد بالعرض بصراحة ما بحبهاش بتطلع شكلها اوفر قوي وبحسنها شكلها بلدي كده وبتبقى شكلها كمان رجالي قوي يعني ما بحسنها مش هقول بلدي طبعا بلدي وكل كده كده اقول شعبي يعني يطلع شغل بحسن هي شعبية قوي بصراحة آآ لكن لما فيه طرق كده يعني بتشتغل بيها واللوجو والحاجات دي بتخلي الحاجة والله لأ بتطلع فعلا شكلها شيك قوي فاحنا خلينا نكملها بنفس الشكل ده وهرجع لكم ده. طيب انا جدا خلاص آآ يعتبر ان انا خلصتها اهو. تعالوا بقى نشوف اخر حاجتين اخر ورزتين والارتفاع بتاعنا هيبقى بدقين. هنا احنا هنخش في القابلة الاخيرة اللي عامل عادي عمود بلفة. ونخلي بالنا في واحدة هنا اخيرة عشان في ناس ما بتاخدش بالها منها. اللي هي بتاعت المنزلقة. فاحنا هنخش فيها. هي بتبقى ريخمة شوية مش مشكلة بس حاول ان تنخشوا فيها اهو. حاولوا قصة نهاية تبقى واسعة من البداية. تمام? وهنبتزي ان احنا نرتفع. هنبتزي ان احنا نرتفع. كده خلاص هي خلاص تبصوها نشد تلاقي بتشد معنا. يعني نخلي بالنا يبصوا ادي دي الاخيرة اهي ودي اخر واحدة. دي الاب الاخيرة دي اخر واحدة. حتى تلاقوها بتشد معنا. عشان في ناس بتبقى في الاخيرة كده متسابة بقى شكلها مش بطيف بسرعة. هنا هنرتفع تلات سلاسل. عشان ده عمود بلفة. تمام? طيب هنا بقى في ناس بتلغبط كتير جدا. احنا اخدنا واحدة على الصنارة. مش عالفة تخشي فين? اخشي هنا? ولا اخشي هنا على طول? طبعا اكيد اكيد هنخش هنا. في اول فتحة. بس ده بينطبق ان الناحية التانية مش هنخش يعين. خلينا نشرح خلينا نشرح. عشان في ناس بتزود عدد سلاسل ماهول. وهي اصلا موضوع مش مستهل لكل مش مستهل لكل اه التزويد ده. طب هنا بقى احنا بنعمل ايه? هنا احنا بناخد واحدة واع الصنارة. وبنخش في الاول سلسلة هتقابلنا. وهناخد اه اتنين معانا. اهو. بناخد اتنين معانا على الصنارة بنخش وسط السلسلة دي. بناخد اتنين معانا ونسحب واحدة ونخرج بقم تلاتة. هنخرج من اتنين. هنخرج من اتنين. تاني تاني. هنعملها تاني. هناخد واحدة. ونخش في الفتحة دي. ونسحب واحدة. هي بقى تلاتة. هنخرج من اتنين. هنخرج من اتنين. بصوا حتى لو تلاحظوا هتلاقوها بقى شكلها آآ يعني شكلها معدول. هي تحسن ايه شكلها كده مزبوط. تمام? بصوا هي في الاول يعني اول سطرين. بيبقى الموضوع ايه تحسن ايه? لا دا تقيلة او دي رخ ما قوي. بعد كده الموضوع بيبقى بسيط خالص. وهتلاقوا ديك ومشيت وخدت عليها جدا. اهي. انا بعشق اللون الابيض حرفيا. بحبه جدا. مش عارفة الخده هنا بيتجمع دي كده بس مش مشكلة. بحبه جدا جدا اللون الابيض من الحاجات بجد المحترمة. من الالوان اللي بتدي شياكة آآ مش طبيعي. طبعا انا هنا بكمل بالشكل ده. طبعا آآ انا هنا شغلة بابرة كبيرة فهتلاقوا الغرزة معي شكلها كبير. فأنا حابة اشتغل بابرة كبيرة. آآ لكن اللي عايز يشتغل بابرة رقم خمسة ممكن عادي يشتغل بيها بس مش هتديه الشكل ده. فالهدف اصلا من الموضوع ده كله ان انا عايزة في الاخر يكون عندي الشكل ده. اللي هو السمك الكبير ده. تمام? هنرتفع بالشكل ده كده. بيت ان انا اواريكو بس الشكل. ده الشكل الامامي. ده الامامي اهو. وده الخلفي وهنبتزي رايحين جايين بالشكل ده. طبعا هخلصها ان شاء الله وهوريكو الجزء التاني منها. بس هي مبدئيا شكلها جميل جدا وغرزة شيك قوي قوي قوي. وهتعجبكو هتعجب كل اللي هيعملها ان شاء الله. بنا عايزة اقول لكم انا وصلت لحد فين? اه انا عملت نصها اهو. ده النص الاولاني. اه دلوقتي احنا هنعمل النص التاني. وهنحط اه في العمود اللي في النص. هنحط اه الخرز بتاعنا. تعالوا بقى نشوف الخرز انا هحطه ازاي? وهيبقى شكله عامل ازاي? اه لان ناس كتير قوي مش بتعرف ان هي تعمل الغرزة بتاعة الخرز. مبدئين كده لازم اول حاجة نشوف الوش فين? والضغر فين? لان البنان على كده هنعمل كده. تمام? احنا هنا ده الوش بالنسبة لنا. احنا انتهينا عند الغرزة دي. انتهينا عند الغرزة دي. تمام? فانا هبتدي ان انا ارتفعت الثلاث سلاسل. اه تعالوا نشوف بس الغرزة الاخيرة. احنا دخلنا هزاي. احنا في الاول طبعا دخلنا اول غرزة بعد السلسلة. اخر غرزة عندنا هنا في ناس بقى للأسف. يعني بتعمل ايه? بتخش هنا. اهو بتخش في الغرزة دي. في ناس بتخش في الغرزة دي. خلاص ارتفعت اهو عمود بلفة. وتقوم واخده تاني ودخلها هنا. طب انا ليه اخش هنا? فهتعمل طبعا ايه? ان هو هنا الدانية هنا طبعا تلاقيها زادت قوي. فهيرا دي بتخش هنا. لأ احنا اخر حاجة عندنا اخر غرزة عندنا مش دي. ناخد غرزة عندنا دي. خلاص دي اخر واحدة. فاحنا مش هنرتفع اه مش هنخش في حاجة تاني. ودي تركة كده ناس ناس كتير قوي ما بتركز في الموضوع ده. هبتدي ان انا اهو نرجع بقى لاول واحدة. هنبتدي ان احنا نخش هنا اهو. في اول غرزة قدامنا هنا اهي. وهنبتدي ان احنا نرتفع. طيب احنا بقى لازم نشوف احنا هنعمل الخرز بعد كام عمود. يعني احنا عملنا واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. انا هنا هعمل العمود. بعد الايه? بعد العشر. العمود اللي هو خاص بي. بعد العشر. انا عملت كده اهو تسعة. دي طبعا شهير. اهم من كده ان اللي يكون ما بيقشرش عشان لو قشر هيبقى باين في الكوفية وهيبقى شكله سخيف جدا. طيب اللي قلو انا كنت شباب هو ده النوع اللي انا جايباه بصراحة هو مقشرش معايا فقط. انا كنت جايبه النوع ده. تمام? خبيبات دي. كنت جايبه خبيبات دي. فصاحبة الكوفية هي عايزة آآ عايزة حبيبات من دي. فاحنا هنحط الحبيبات اللي هي ده النوع آآ من كاميرا بسعة. بصراحة هو مقشرش معايا خالص. فده النوع اللي احنا هنشتغل منه طيب. اول حاجة كان بخمسة جنين. معاقصة ما انتي وصل اللي كان بصراحة. طيب. ايه الطريقة اللي احنا هندخل بيها الحبية آآ بتاعة اللقلق في الشغل. تعالي نشوف مبعض هنحمل ايه. طيب احنا دلوقتي خلاص اتفقنا ان احنا حاليا بنشتغل على الوش. يعني احنا حاليا بنشتغل على الوش. انا هردين ديقاني قوي ما ممكن نعملها تاني. يعني رخمة شوية بس يعني ايه هتبقى حلوها ما تقلقوش. انا دلوقتي ارتفعت. عملت عمود عادي خالص. بجيب الابرة. بدخلها قدام. في ناس طبعا بتدكك الحبوب في الاخر بس انا ما بحبش حاجة زي كده. تمام? بدخل الابرة مع الابرة. دخلت دخلت الحبية. وبسحب الخيطة بقى بحاول ان هي تخش. عملت التانين. اهي. تمام? بحاول ان انا دخل الخيطة باي شكل. وقوم مدخلاها هنا كده. تمام? خلاص بقى دي كده ما بقى شليها لازمة عندي. بشيلها. وبقوم بقى خرجة من الاتنين. كده بقى عندي اللقلقية. وبكمل عادي خالص. الكوفية. وبجيب اللقلقية قدام بالشكل كده. اهي. كده اللقلقية اتحطت معانا. كده اللقلقية اتحطت معانا في الكوفية. بكمل بقى واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. وعشرة. سوين كده. معلش نعدي تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سبعة. اه تسعة عشرة. حدوشر. انا عملت بعد الحدوشر. عشرة. هنعمل في الحدوشر. بنسحب زي ما قلنا. تمام? وبندخل. نطلع من يعني خلينا ايه? نطلع من واحدة. عشان تبقى يبقى الموضوع سهل علينا. نطلع من واحدة. وهندخل. السنارة روفيعة بتاعتنا. وهياخد واحدة من اللؤلؤ. هندخلها. هندخلها هنا. وهنبتدي ان احنا كل ده خلي بالكم السنارة دي دخلة في الخيط. تمام? يعني دي ما ليش دعا بها ما بشتغلش بها. وهخرج بالشكلة كذا. اهو. تمام? وبقوم سحبها. سحب الفتلة. وبقوم مدخلها هنا. ده طبعا عشان خاطر ننجز الحوار اللي هو. آآ وبنقفلها بس كده. آآ بليل اسب بيبقى فيه. آآ بيبقى فيه خيوط. آآ التخينة شوية فمش هتنفع مع اللؤلؤ ده. يعني اللؤلؤ ده مش هينفع معي خلي التخين. وفي ناس كمان ان هي بتطرز بعد ما بتخلص. فواتلاقوا بقى هنا في خيوط كتير. لا. احلى حاجة ان انا دخله في الشغل. لما يخش في الشغل هي بقى عادي خالص. اتنين تلاتة. عادي خالص بالشكل ده. تمام? دخلتها اقول الشكل ده. وهقوم سحب الخيط. هي على فكرة هتسحب معيك عادي خالص. بس مش هينزل كل الخيط. فانت بقى هتشدي الخط كل. خش كده. احيط. واسحب الخيط. وهخرج من الاتنين. تمام? تمام. وادخلها بستنورة بسرعة. واخرر لدي خالص. دي مش مشكلة هي جات معي. احيط. تمام? دي اللي قلو ايها اهيه دخلت. واحد. موضوع بسيط جدا جدا. الخيط. بالشكل ده. بس لما تبتدي بقى تعملي السطر اللي بعده هتلاقيها تردتلك تاني وبتايت ان هي تظهر للناحية دي. مش هتظهر الناحية تانية تانية. آآ سوري. لما هنطلع السطر اللي بعده هتزني هي تتردلي. وتظهر لي انا للناحية دي. طبعا دي كانت طريقة بسيطة ان احنا ازاي ندخل اللقلق مع الكوفية او مع مع اي شغل. آآ موضوع بسيط خالص وسهل. ان هرجع لكم تاني ونشوف احنا آآ هنكملها ازاي وهنركب الشراشيف بقى نعمل حاجات جديدة كده شكلها لطيف. آآ بس تبقى معيها الاخر دي. طيب احنا يعتبر كده اصلا خلاص آآ انجزنا. انجزنا وخلصنا الكوفية بتاعتنا. اهو. مش بك ده كنت بعمل بي حاجات مش مشكلة. آآ انجزنا الكوفية بتاعتنا بالحبابات الحلوة دي. زي ما انتو شايفين طلعت شكلها عامل ازاي. حاجة كده ما شوالله يعني في منتهى الشياكة ومبروك على آآ صاحبتها. آآ هي دي الكوفية. وده الشغل بتاعنا اللي احنا اشتغلناها. عملناها في البداية خالص متين. عملناها متين وتلاتين غرزة. عملنا آآ كام سطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ساعة ثمية تسعة عشر حداشر. حداشر سطر عمود آآ بلفة. عايز اقول لكم آآ شكلها تحفة جدا وكمان الخرز اللي احنا حطناها ده عمل كده لامعة حاجة جديدة. معرش في ناس جربتها قبل كده ولا لا بس هي دي الطريقة اللي احنا نقدر بيها ان احنا ندخل الاستراس في الكوفية. عايز اقول لكم شكلها تحفة جدا. بالنسبة لتركيب آآ التركيب الشكل بقى من تحته خلص الشرشيب بتاعتنا. دي ممكن اخر حاجة احنا بنعملها. تمام? الشرشيب. عشان يبقى الطول واحد. هيكون يعني عشان التصوير هنخلص لحد هنا. وهبتدي ان انا اقص اص الخيوط. بالشكل ده اهو. والناحية التانية نفس الكلام. هقص اص الخيوط. وبعد كده كل ده بيتسيوى طبعا. وهبتدي ان انا اركب الخيوط بالشكل ده. دي ده دي دي البداية. يعني ده الطريقة العادي خالص. بدخل في اي فتحة. وببتدي ان انا اربطهم. اربط ربتين ادي واحد. تمام. نربط هنا واحدة. عشان الطرف ده يبقى مصبوط. اهو. وهكزا. هفضل بقى ان انا اجيب كل الخيوط اللي انا عملته ده. وهعمل كمان واحدة هنا. كل فتحة هنعمل فيها اتنين. وهربط واحد. اتنين. طيب انا حاب اقولكو ان انا اعتبر خلاص الكفية خلصت زي ما انتم شايفين. الجمال والشياكة. ما شاء الله. شكلها حلوة جدا. وبرزة بسيطة جدا. كلنا نقدر ان احنا نشتجلها. بس دخلت فيها حبايبات اللقلق وممكن على فتكها نساين بها كل الكفية. بس انا حبيت ان انا اعملها لحد الشكل يعني بالشكل ده بسيط. طيب. عايز بلك برضو حاجة انا عملتها. فقلت اأكد عليكم فيها. طبعا انا جيت بعد ما خلصت الكفية خالص. انا خلصتها من الجهة دي. بدي ان انا خلاص. يعني خلاص ان انا خلصت. رحت للناحية التانية اللي هي ناحية البداية. الجنب البادي. انا حبيت ان انا اشتجل فيه. ليه بقى اشتجلت فيه? عشان يدون يدي نفس المطة. لو نراحل شغلنا بعد ما بنخلص دايما بنلاقي اول سطر ناشف شوية ما بيموتش. الناحية التانية بتبقى بتموت. طبعا بيبقى باين جدا جدا في الشغل الشكل. فانا بحب ان الكفية بزداد لو كفية انا عاملاها بالطول مش بالعرض. بعد ما خلص الناحية التانية ابدأ اقطع الخيط عادي خالص. واروح الناحية التانية وارتفع عادي تلت سلاسل. وابتدي ان انا امشي عمود بلفة. فهبتدي ان انا هنا اعمل عمود بلفة. هخش هنا جوه السلسلة هاخد سلسلة معي وهاطلع عمود بلفة. هخش هنا نفس الكلام. وهسحب وهعمل عمود بلفة. هنا نفس الفكرة هخش. واسحب وعمل عمود بلفة. دي طبعا خطوة اختياري. بس بصراحة هي مفيدة جدا جدا. وبتخلي الحاجة شكلها اشيك. والطول من ناحيتين بيبقى مناسب او. طيب هوريكوا تاني احنا بنخش فين. بصوا احنا بنخش هنا كده. اهي. عادي خالص. يعني كان في سلسلة عادية خالص. ونبتدي ان احنا نسحب نفس الكلام. انا عملت واحدة بس. عملت سطر واحد بس. ونخش هنا في اخر واحدة خالص. نحاول بقى ان احنا هناخد اتنين. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنحط قلنا الخطين دول كده على بعض. طيب بالزبط نحطوهم بالزبط على بعض. ونشد الخيوط بالشكل ده. عشان هنقص الخيب بتاعنا. دي ان انا اقص الخيط. عشان يبقوا كلهم بنفس الشكل. بكده احنا نكون قصينا التول بتاع الكفية كله بالشكل انتو شايفينه ده. وكده احنا بدي نفرحها تاني. هنلاقي اكيد في حاجة اطول فهننقصنها. وبكده احنا نكون الكفية بتاعتنا خلصت الحمد لله بشكل جميل جدا. اتمنى الفيديو يكونوا عجبكم. شو لايك سابسكرايب للقناة. شو يوصل وبالشخص